بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعضلهم إلا ليقربوننا إلى الله زلفا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعضلهم إلا ليقربوننا إلى الله زلفا إن الله يحكم ميلهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا اصطفى مما يخرج ما يشجى سبحانه هو الله الواحد القهرار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفسه واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأمعان ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أمناتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات فلا ذلكم الله ربكم له البلك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوه لكم ولا تزروا آزرته وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم لما كنتم تعملون إنه عليم بذات السنور وإذا مس الإنسان ضرور دعا عبه منيبا إليه ثم إذا خضو له نعمة منه نسي من كان يدعوه إليه من قبل وجعل لله أندارا ليقل عن سبيله قل تمتع لكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آلاء الليل ساجده وقال من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا وأرض الله واصعا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسجدين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إن الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شهتم من دونه قل إن الخاصر هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فرقهم فلل من النار ومن تحتهم فلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنا مر إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرصا من فوقها الغرصا من فوقها الغرصا مبنية تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرصا من فوقها الغرصا مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به سرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو عمل نور من ربه فويل للقاصية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية أشعر منه جنود الذين يخسون ربهم ثم ترين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بي من يشغل ومن يضرب الله فما له منها أفمن يتقي بوجهه سوء العظام يوم القيامة وقيل للفالمين ذلك ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخصي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لا لهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويا لرجل هل يستويان whenever single هل يستويان مثلا هل يستويان whenever single الحد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب للصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشغاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك من الذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هم منصكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره هل هم كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هم منصكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن إعامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس للحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستمشرون قل اللهم فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفذوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسمون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان طرد عنا ثم إذا خولناه نعمة مما قال إنما أوتيته على علم بل هي فثنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا ومن بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشغاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغدة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هماني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الصرور ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاصرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاصرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبطته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينثرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى أنا إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلؤون عليكم آيات ربكم وينثرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مفوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين